اعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بكم النهاردة بفيديو جديد معي عن توقعات الابراج انا مريم توقعات الثلاث الموافق تسعمائي وتسعائي النهاردة مش صالحنا بشكل كبير و لازم نتوخى الحضر لما نبقى في افعال وقرارات في حياتنا هنواجه فيها عقبات انتكاسات مش متوقعة ممكن تقدي لاختلال في التوازن من المهمة اننا نبقى سابتين نركزين على كل اهدفنا وحتى لو حسينا ان الكون بيشتغل ضدنا في شوية وقت عشان نفكر في كل الحاجات اللي سبقت لنا بالنسبة لنا هنحدد اولوياتنا وفق الكل ده ونتجنب اننا ناخد قرارات متحورة فيها مخاطرة غير ضرورية هنفتكر ان الفترة دي مش مواطية لنا بشكل مؤقت حتى هتتغير الامور في النهاية وهنبقى صبورين ونصق دايما بان ايامنا افضل جاية هنستخدم الوقت عشان نقويم رونتنا وقوتنا الداخلية عشان تبتدي تظهر التحديات في المستقبل هنبقى افضل وجاهزين عشان نتعامل معها براشقة وسهولة هيتضمان كل ده ممارسة زي التأمل واليقظة ممكن تبقى بتساعدنا عشان ننمي الشعور اكبر بالوعي والتفكير الذاتي مش بالضرورة يبقى حاجة وحشة لكن هيسمح لنا باننا نركز على اننا نسئل مهاراتنا ونشحد كل مهنة لازم نتوخي الحذر في كل الجوانب المختلفة في حياتنا ونلاقي صعوبة في اننا نتواصل هبتدي ينشأ صوتا فيهم ما احبقنا وزملائنا وهنتوخي الحذر اكتر معاهم عشان نلاقي قراراتنا المناسبة في اليوم ده لان التصرفات الاندفاعية اللي عندنا ممكن تبقى بتقدي العواقب سلبية كتير لازم نحافظ على توازننا ونحاول ان ما تخليش العواطف تبقى بتسيطر علينا بشكل كبير عندنا حكمة واضحة هناخد شوية وقت عشان نتأمل ممكن ينشأ صوتا فيهم مع احد من الاشخاص اللي بنحبهم تصرفاتنا اندفاعية ممكن تقدي العواقب سلبية وعلى توازننا يتأثر حتى انا حاول ان ما نخليش العواطف تتأثر على حكمتنا اكتر هناخد شوية وقت عشان نتأمل بشكل ذاتي هيساعدنا كل ده عشان نتجاوز اي تحديات هتبقى بتعترض طريقنا في اليوم ده الايام مش مواتية لنا ودي جزء بسيط من الحياة هتبقى بتوفر فرصة عشان ننمو اكتر نتعلم اكتر ونبقى قويين ونستمر في اننا نتقدم بتصميم اكبر ومرونا في الوقت نفسه مهمة بس اننا نبقى بندرك ان في حاجة عشان نخرج عن ارادتنا اكتر ونتعلم اننا نتحلى النهاردة بالصبر عشان نبقى عارفين نقود كل تجارب المش معروفة هنبقى بنميل النهاردة هناخد الوقت الكافي لكل جهات الاتصال اللي عندنا عشان نعبر عن افكارنا ومشاعرنا بطريقة هادئة ومحترمة هتبقى بالدور طاقتنا حتى على ايجاد التوازن بين جلوانيبنا حياتنا عاطفيا والعملية هنلاقي نفسنا محترين ما بينهم اننا نقوم باللي مفروض نعمله في الوقت ده وناخد وقت عشان نفكر في الاولويات اللي عندنا ونعرف ايه اللي بيهم منا بشكل كويس هنصق في حد سنة بشكل كبير لكن نستخدم كل منطقنا عشان ناخد قرارات سليمة وصحة على صعيد الوظائف اللي عندنا هنواجه شوية تحديات شوية عقبات مهمة اننا نبقى مركزين ونستمر في الشغل علشان نوصل نحو النجاح حتى لو بدأ ان تقدمنا ده بطيء او صعب هنلاقي حاجة اننا نلاقي مساعدة فمنخفش من اننا نطلبها هيكون زملائنا ورؤسائنا قادرين عشان يقدموا لنا النصيحة والتوجيه الصح في حياتنا الشخصية هيبقى فيه تواصل والتواصل ده هو مفتاح الفرق حتى لو حاسينا باحباط او سوء فهم هنحاول اننا نعبر عن مشاعرنا بوضوح اكتر وهدوء هنتجعنا بالمبالغة فاننا ننفعل او ندافع عن نفسنا هيقدي كل ده لسوء تفاهم وجدال ممفتحين على المساومة وعلى استعداد عشان نستمتع لوجهات نظر الاشخاص اللي حوالينا اليوم كويس جدا للتأمل والاستبطان هناخد الوقت الكافي عشان نتواصل مع نفسنا بشكل داخلي ونستمتع لحد سنة هنكتسب وضوح ونظرة ساقبل اهدفنا ورغباتنا كل ده هيساعدنا عشان نتقدم خطوة لقدام وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو لو اعجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لاستمش تركتوش يريد تشتركوا واتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معي انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا